استقبل الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط بمقر الأمانة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وخلال اللقاء تم التشاور بشأن مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة العربية كما تناول اللقاء استعدادات موريتانيا للصدافة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاكتماعية تشرفت منذ دقائق قليلة بلقاء فخامة الرئيس حيث تناولنا القضايا الإقليمية الهامة وقضايا العمل العربي المشترك والإعداد للقمة التنموية المقبلة في موريتانيا إن شاء الله في شهر نوفمبر المقبل وتحدست أيضاً عن أوضاع الجامعة العربية ومسؤوليتها والنظرة إليها في هذا الإقليم إن الهداف التي رسمها القادة العرب للجامعة العربية جعلت منها معقد أمل كبير للمواطن العربي فقد أنيطت بها بحكم المادة الثانية من ميثاقها مهمة توثيق الصلاة بين الدول العربية وتنسيق خططها السياسية تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها وكذلك مهمة توثيق هذا التعاون مع مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإنني لأنتهز هذه الفرصة لأشيد بكل ما حققته الجامعة العربية من إنجاز في هذا السياق على مر العقود وكذلك بالجهود الكبيرة التي بدلتها وتبدلها الأمانة العامة للجامعة العربية في سبيل ترقية العمل العربي المشترك وتطوير آلياته ونسجل هنا ثقاتنا في نجاح القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة التي ستحتضنها الجمهورية الإسلامية المروتانية هذا العام في ضوء الحرص الذي يحضر الأشقاء المروتانيون للارتقاء بالعمل العربي التنموي في تلك المجالات شديدة الحيوية والأهمية تعزيزاً لحقوق المواطن العربي الاقتصادية والاجتماعية